السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس السنوي الصناعي تخصص التبريد وتكيف الهواء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقتنا عن تدريس مواد تخصص التبريد وتكيف الهواء وبرنامجكم المفضل في بيتنا مدرسة إن شاء الله النهاردة هتكون حلقتنا حلقة مهمة جدا وحلقة مسمرة وبيتم من خلالها استنتاج المسقط الثالث مع عمل قطاع في بعض الأجزائي بإذن عرفنا إن حلقتنا حلقة مخصصة لمادة الرسم الفني وتكلمنا طبعا في الحلقة السابقة عن أساسيات الرسم الفني اللي من خلالها أي طالب يقدر يستنتج المسقط الثالث بكل سهولة وبكل يسر ومن خلالها أيضا بيقدر يعمل عملية قطاع وتطرقنا من خلال الحلقة السابقة إلى تمريم من الواقع الكتاب المدرسي شرحنا فيه إزاي بنستنتج المسقط الثالث بناء على الأساسيات اللي احنا خدناها وأيضا شرحنا عملية القطاع اللي عندي استكمالا للحلقة السابقة هناخد النهاردة هكون حلقتنا مخصصة أيضا كتطبيق للحلقات السابقة اللي هي استنتاج المسقط الثالث مع عمل قطاع ننتقل إلى المسقط الأول وهو تمريم على استنتاج المسقط الثالث اللي بيكون موجود عندي بنقول هنا إيه؟ طبعا الرسم يوضح قطعة ميكانيكية أو المسقطين الرأسي والجانبي أو الرأسي والأفق اللي قطعة ميكانيكية بتكون موجودة عندي القطعة الميكانيكية اللي موجودة عندي هنا زي ما احنا شايفينها مطلوب مني إيه؟ قال لك المطلوب رسم الآتي بمقياس رسم مناسب رقم واحد قطاع رأسي كامل عنده إيه إيه ومن يجي نشوف هنا إيه إيه يا مصدر هنقول لدي إيه آهو يبهزن إيه قطاع الرأسي موجود عندي رقم اتنين قطاع جانبي عنده بي بي أدي بي 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 هنا في المسقطة الإيه الجانبي وإحنا قلنا نعرف قلنا في الأساسيات إن احنا نعرف الفرق بين القطاع الرأسي والقطاع الجانبي القطاع الرأسي هنا اتجاه السهم بيشير إلى أعلى من الأفق يبقى معنى كده إن القطع في المنشارة هيبقى في الأفقي والتهشير هيكون في الإين في الرأسي زي ما إحنا إيه شايفين طيب هنا بعد ما إحنا انتقلنا إلى القطاع الرأسي تعال نشوف هنا مصقة إيه مصقة أفقي إيه كامل مصقة أفقي كامل خلاص طيب أما نيجي نشوف هنا شكل المنظور أو شكل الأيزومتريك اللي بيكون موجود عندي أدي المنظور الهندسي اللي بيكون موجود وإحنا اتفقنا إن إحنا أي رسمة بناخدها عندنا لازم نحللها الأول علشان نقدر من خلالها نعرف الدنيا ماشى إزاي هو طبعا أبناءنا الطلاب أنت مش مطالب أو أنت مش معني بالمنظور الهندسي اللي بيكون موجود أمامي ده ولكن إحنا بنرسمه لكو ليه؟ لأن من خلاله بتلمس القطع الميكانيكية وبتعرف شكل الجزء اللي عندي في الحقيقة عامل إيه طيب لما إجاب بص هنا يا شباب زي ما إحنا شفنا أدي المصقة تعالوا نحلل الرسمة اللي بيكون موجودة عندي أدي في المصقة الأفكي أنا شايف الأسطوانة من أعلى أدي الأسطوانة اللي عندي اللي هي موجودة من أعلى زي ما إنت شايف كده الأسطوانة من أعلى وإحنا قلنا يا مصدر الأسطوانة بتظهر دائرة في مسقط ومستطيل أو على حسب ارتفاعها فين في مسقطين طيب تعالوا شوف الأسطوانة اللي هي باللون الأحمر موجودة هنا دائرة زي ما إحنا شايفين يبقى موجودة في الرأسي أو في الأفكي هنا دائرة زي ما إحنا شايفين وفي الأفق أنا شايفة إيه شايفة مستطيل بالشكل اللي بيكون موجود أمامي هنا اللي هي باللون الأحمر هنا طيب أما ليجي نشوفها من الجنب هنشوفها إيه هنقول هنشوفها مستطيل أيضا طيب الاستوانة رقم اتنين اللي هي باللون الأزرق اللي هي موجودة عندي هنا دي استوانة أو تجويف داخلي داخل الاستوانة الكبرى وزي ما احنا شايفين من هنا هي موجودة دائرة أيضا بالإضافة للمجرة اللي موجودة الصغيرة ديا هذه المجرى بيكون موجودة لأي سبب من الأسباب بس هي موجودة داخل القطعة الميكانيكية اللي بيكون موجودة عند ننتقل إلى القاعدة السفلة وهنا فيه زي ما انت شايف فيه هنا الاستوانة الأخرى في المسكة الأفقي ادي الدائرة زهرالي هنا دائرة وزهرالي هنا مستطيل تبتعالوا نشوف من واقع المسكة الأفقي اللي بيكون موجودة عندي ادي شكل الدائرة بالصورة اللي بيكون موجودة عندي هنا زي ما شرحناها في الاستوانة الكبرى اللي هي باللون الأحمر هي نفسها أيضاً ظهرالي هنا في الأفك دائرة هتظهرلي في المستوى الرأسي أو في المسكة الرأسي مستطيل يبهجيلي في الجنب أيضاً مستطيل ننتقل إلى الاستوانة رقم 2 اللي هي موجودة عندي هنا اللي هي نصف كترها 12 زي ما هو أي اللي عليها طيب هننتقل منها من هنا من خلال نصف الكتر اللي بيكون موجودة عندي أو من خلال الاستوانة ظهرالي هنا دائرة طيب ما نيجي نبص في المسقط الرأسي هنلاقيها مستطيل بس مستطيل ايه مستطيل نقط لها مصطر لانها مش بينة عندي لذلك تم هنا ايه تم ادرجها ان بيعرفني ان فيه استوانة عندي في المكان دي ولكن هي ايه هي مستطيل وليست ايه ظاهرة دي عشان بس ابقى عارف الشكل العام اللي بيكون موجود عندي طيب اما نيجي هنا نشوف بقى تعالوا ازاي نستنتج المسقط التالت اللي بيكون موجودة عندي طيب احنا اتفقنا وحللنا الرسمة طيب تعالوا نشوف كده ابعاد المسقط الجانبي هنا اكبر حاجة بيكون موجودة عندي في المسقط الافقي احنا اتفقنا وقلنا ان ارتفاع المستوى الرأسي هو نفسه ارتفاع المسقط الجانبي يبقى هنا الافل او الارتفاع هنا ستين هيبقى موجود في المسقط الجانبي هنا هيبقى ايضا هنا ايه ستين طيب هنا الارتفاع او هنا القطر هنا كام اكبر حاجة موجودة عندي في المسقط الجانبي هي خمسة وخمسين يبقى هتلاقي موجودة هنا في المسقط الجانبي اكبر حاجة خمسة و ايه خمسة وخمسين يبقى ما نيجي نجيب ابعاد المسقط الجانبي عندي هنلاقي كام في كام يا مصدر هنقول ستين زي ما احنا قلنا دي الستين في كام في خمسة و ايه وخمسين زي ما احنا الستين ده بيجي منين على اعتبار ان ارتفاع المسكة الرأسي هو نفسه ارتفاع المسكة ال ايه المسكة الجانبي وارتفاع المسكة الافقي هو طول المسكة ال ايه الجانبي طيب دي اول حاجة ثانيا بقى ما نيجي نشتغل هنا فيه زي ما احنا شفنا فيه هنا سنتر او سنتر لاين او خط المحور موجود في المنتصف يبقى انا لازم اعمل خط محور في المسكة الجانبي زي ما احنا شفنا وطبعا الفرق بين خط المحور وبين الخط العادي الخط المحور الخط المحور بيبقى خط ونقطة انما الخط او النقط العادية بتكون نقطة متساوية زي ما احنا شايفين لذلك هنا ايه ادم فيه هنا سنتر في المنتصف يبقى انا عملت هنا سنتر في ايه في المنتصف وبنوه لابنائنا الطلاب ان انا بنظر الى الرسمة من المستوى الجانبي من المستوى الجانبي طب انا منظر للمستوى الجانبي اللي بيكون موجود عندي هنا هنا الارتفاع كام الارتفاع 40 ارتفاع المستوى او ارتفاع المسكة اللي بيكون موجود عندي كام 40 خلاص طب الارتفاع الاربعين اللي بيكون موجود عندي هنا لو انا جيت ابص له او اجيب بص هنا للإستوانة وهنا الارتفاع هنا كام للإستوانة الكبيرة هنلاقي ارتفاع للإستوانة الكبرى 60 طب انا ببصص من الجهة الجانبية تعالوا نقسم الرسمة الى الإستوانة زي ما احنا شرحناها خدوا اللستوانة اللي هي باللون الأحمر اللي هي الكبيرة هنا ظهرت لي يا مصطر هنا دائرة ظهرت لي هنا مستطيل هتيجي لي هنا مستطيل ما هي أكبر حاجة اللي هي عندي كام 55 في الارتفاع 60 يبقى دي اللستوانة رقم ايه اللستوانة رقم واحد دي اللستوانة رقم واحد ننتقل إلى اللستوانة رقم اثنين اللي هي باللون الأزرق اللي بيكون موجودة عندي ديا ودي اللستوانة رقم اثنين موجودة هنا يا شباب موجودة هنا دائرة هنقول هنا مصطر موجود مستطيل بس موجود مستطيل ايه موجود مستطيل نقاط يبقى انا هطلع بنفس الارتفاع بتاعها حددت الجزء بتاعها اللي هي عن طريق الاحديثيات بالزاوية 45 وطلعت لي الاستوانة رقم 2 مستطيل نقاط وإحنا قلنا نقاط ليه لانها مش هكون بينها عندي طيب ننتقل الى ايه المجرى اللي بيكون موجودة عندي دي او الفتح اللي بيبقى في سنك اللي موصل بين الاستوانة الداخلية والاستوانة الخارجية بالشكل اللي موجودة عندي طيب اما نيجي نبص هنا للفتح اللي بيكون موجود عندي طلعنا بنفس البعد بتاعه اللي هو التمانية ومشينا بالإحداثيات وجينا بيه طلع لي هنا ايه نقط وإيه اللي عرفني اما نيجي نقول إيه اللي عرفنا ان الجزء ده او المجرى دي موجودة بطول المسقط هنقول لانها موجودة في المسقط الرأسي موجودة بطول المسقط اه او بارتفاع المسقط اللي بيكون موجودة عندي لذلك هنا ايه وجدناها بطول المسقط تعالوا نشوف تاني للإستوانة رقم 3 بقى احنا هنا انتقلنا إلى الإستوانة الأولى والإستوانة التانية بناء على القواعد اللي احنا قلناها هننتقل إلى الإستوانة رقم 3 وقاد الإستوانة رقم 3 هنا كان من الدهالي الكتر بتاعها كلها 42 طبعا ما نيجي نقولك هنا 42 طبعا بنطلع على نباصص من المستوى الجانبي من هنا فنحشوفها فانا حددت مكاننا الأول وهطلع بمكانها بس طبعا أنا هطلع بها قد إيه أما نيجي نبصها هنقول يا مستر احنا مش هنطلع بها لنهاية المسقط اللي بيكون موجودة ايب أنا بطلع بالقطر بتاعي 42 يعني من السنتر من هنا 21 ومن هنا 21 وطلع اللي ارتفاع قد إيه ما بطلعش اللي ارتفاع كاملا لأنها موجودة هنا على الليفل كام أو على ارتفاع 40 فبعمل هنا الارتفاع اللي عندي موجود برضو إيه موجود 40 زي ما احنا شايفين لذلك هي هنا حتى باللون نفس اللون بيكون موجود هنا نفس اللون اللي بيكون هنا ايه موجود زي ما احنا شايفين طيب ننتقل الى ايه الى الاستوانة رقم اربعة والاستوانة رقم اربعة باش مهندسين زي ما احنا شايفين هنا هنا دائرة ظهر لي هنا مستطيل نقط يبقى هجيلي هنا مستطيل نقط بنفس الطول اللي بيكون موجودة عندي نطلع هذا الاستوانة رقم اربعة ظهرت لي نقط بالشكل اللي بيكون موجودة عندي هنا طيب ما طلعناش لآخر المسكت لأنها موجودة هنا عند نهاية الارتفاع الاربعين ايضا او على بعد الاربعين زي ما موجود ننتقل الى الاعصاب والاعصاب مهمة جدا ولازم اخلي بيلي منها احنا اتفقنا وقلنا لابنائنا الطلاب قبل كده ان الاعصاب او رسمة العصاب اللي بيكون موجودة عندي بيظهر العصاب مساحة في مسقط وسمك في مسقطين زي ما احنا شايفين يعني ما نيجي نبص هنا كده هنلاقي العصاب ظهر لي مساحة بالشكل اللي بيكون موجود قدامي هنا دي مساحة وهنا سمك زي ما احنا شايفين بالشكل اللي بيكون موجود ايه عندي طيب تعالوا نحلل العصاب ونبتدي نرسمه بالشكل العام اللي عندي اخذ وعلى سبيل المثال ناخد العصاب اللي هو سمكه 12 اللي هو موجود في المسقطة الرأسي مساحة شبه منحارب بالشكل اللي بيكون موجود قدامي موجود هنا سمك زي ما انت شايف يبقى هنطلع لي هنا ايه يا مصطرف وعجالة على طولها نقول هنطلع ايه هنطلع سمك يبقى احنا طلعنا بالعصب قد العصب طلع لي هنا سمك زي ما احنا شايفين اه بالشكل اللي موجود عندي وجالي هنا طب اما نيجي نسأل ابناءنا الطلاب هنقول العصب اللي ظهر عندي جالي سمك يبقى هنا جالي سمك وهنا جالي مساحة جالي هنا سمك بنفس السمك تمانية طب انا نزلت من اول هنا لحد هنا ظهر وبقيت السمكة عندي جاء مختفي ليه لان الاستوانة الكبرى مدارية على باقي سمك العصب اللي هو موجود بخلف الاستوانة اللي عندي وبالتالي مش هي ظريب الجزء الظاهر هو من اعلى الاستوانة او من فوق الاربعين فقط لذلك انا جيت هنا من فوق الاربعين فقط زي ما احنا شفنا وعملنا الجزء بتاع العصب اللي هو الظاهر اللي بيكون موجود عندي والجزء الاخر مختفي الى ان يتقاطع مع العصب الاخر اللي احنا لسه هنشرح طيب ننتقل الى العصب الاخر اللي هو سمكه هنا عشرين والمساحة اللي هنا اللي هي بالشكل اللي بيكون موجود عندي زي ما انت شايف كده يبقى ان اما اطلع بالمساحة اللي بيكون موجودة عندي واطلع بها السمك ادي السمك هنا كام قلنا من هنا لحد هنا كده السمك اللي بيكون مماسك من الاستوانة الكبيرة للاصطوانة الصغيرة خلاص فمما نيجي نشوفها كده ادي الشكل العام للاصطوانة او السمك اللي بيكون موجود عندي بنيجي هنا زي ما احنا شفنا قلنا السمك اللي بيكون موجود ده هنا ظاهر جزء مساحة وهنا ظاهر جزء سمك يبقى هيجي لي هنا جزء سمك بالشكل اللي بيكون موجود عندي جزء السمك اللي بيكون موجود عندي هنا اما نيجي نبص هنقول يا مستر زي ما حصل بالزبط في الجزء اللي فات ايضا هنيجي نقول زي ما حصل ايه اللي حصل ان في هنا ظاهر العصب اللي عندي ظاهر في الجزء ده كده والعصب من هنا ظاهر لي ايضا هنا مساحة ولكن في الجزء الاخر اللي هو هيبقى داخلي ظهر لي ايه مختفي ليه مصر هنقول له انه هيتقاطع وايضا الاستوانة الكبرى بتكون مدارية عندي وبالتالي الاستوانة اما الدارية عندي هنا هتبقى الايه لو الشكل العام بتاعي مظاهر زي ما انت شايف كده يبقى ما نيجي نقول العصب الكبير ظهر لي هنا مساحة زي ما احنا شفنا ظهر لي هنا سمكي بقى هيجي لي هنا سمكي زي ما احنا شايفين العصب الاخر ظهر لي هنا مساحة ظهر لي هنا سمكي بقى هيجي هنا سمك ظهر من اول الاستوانة الكبيرة للاستوانة الصغيرة ادي من اول الاستوانة الكبيرة للاستوانة الصغيرة ومن هنا الكبيرة للصغيرة وفي نفس الوقت ظهر لي من هنا الايه باقي الاستوانة او باقي العصب سواء كان الاعلى او الاسفل ظهر لي سمك مختفي ليه لان الاستوانة مدارية ايه عليه وده بيبقى بايه الشكل العام اللي بيكون موجود عندي ده الشكل العام للرسمة أو استنتاج المسكة الثالث لزراعة التوصيل أو القطعة الميكانيكية اللي بيكون موجودة قدامي طيب ننتقل إلى جزء آخر وهو القطاعات وما نيجي نقول القطاع هنقول لك القطاع هو إيه زي ما إحنا شفنا هو القطاع ما نيجي نتكلم فيه عجالة هو قطع في الأقسام بغرض إظهار الأجزاء المختفئة اللي بيكون موجودة عندي فعلشين أظهر أني الأجزاء المختفية بطريقة سليمة أعرف من أبنائنا الطلاب زي ما شرحنا في الأساسيات السابقة أعرف إزاي عملية التهشير وأعرف إزاي المكان اللي بيمشي فيه المنشار وأعرف إزاي عملية الإيه القطاع ننتقل إلى الرسمة زي ما إحنا شايفين كده ونشوف عملية الإيه القطاع اللي بيكون موجودة عندي هنا قال لي قطاع إيه قطاع عند إيه إيه ماشي زي ما إحنا شفنا كده قد القطاع عند ايه ايه زي ما احنا شايفين طالب مني قطاع ايه ايه يبقى هنا قطاع رأسي واتفعنا ان السهم منطقل الى اعلى ليه هنقول منطقل الى اعلى علشان ينقل لي الصوت او ينقل لي الشكل اللي ينقل لي هنا القطاع يبقى التهشير يظهر لي في المسكت الرأسي زي ما احنا شايفين طيب تعالوا كده نشوف شكل المسكت او عملية القطاع اللي بيكون موجودة عندي هنقول رقم واحد او بداية كده عندي في الشكل لما اجا بص هنا او طالب قطاع ايه قطاع رأسي بقى انا هقطع في الشكل اللي بيكون موجود امامي هنا كده طيب القطاع اللي بيكون موجود امامي هنا يا شباب في المسكت الرأسي طيب هنقول يا مستر احنا قطعنا في اللستوانة الفرق بين اللستوانة الكبيرة واللستوانة الصغيرة هتطلع هنا ايه دي سمك ولكن هنا فراغ طيب تعالوا نشوف كده عملية القطاع او شوفوا شكل المنظور المنظور في الوضع العادي كان كده ولكن ان انا جيت قطعت وعملت القطع بالشكل اللي بيكون موجود امامي هنا كده ماشي انا اطعت بالشكل اللي موجود امامي هنا فا ايه اللي حصل اما اطعتنا الجزء دي رجالة هنلاقي الشكل اللي عندي اصبح بالشكل العادي اللي بيكون موجود جده فاصبح اللستوانات عندي ظاهرة نهائية فاذا هنا اما جا بص هنلاقي اللستوانة هنا ظهرت واللستوانة هنا ايضا ظهرت زي ما احنا شفنا في الجزء وهنلاقي اللي هنا ايضا طب اما نيجي نقول يا مستر الجزء الخارجي او اللستوانة الاخرى ظهرت ولا لأ هنقول اللستوانة الاخرى ظهرت زي ما احنا شايفين كده داخليا طيب اما نيجي نبص بقى هنا اما نيجي نبص هنا يا شباب ونلاقي عملية القطع زي ما انت شفت كده ادي الشكل العام هنا ادي الشكل العام هنا بعد ما عملية قولنا ما فيش خطوط بتقطع خطوط التحشير فظهر هنا ايه ظهر الشكل العام زي ما احنا شفنا كده ايه الخطوط اللي عندي طيب اما جينا هنا طبعا احنا جينا عملنا عملية القطع يبقى احنا قطعنا في المسقط وشفنا الاماكن اللي هيتهشر فيها طيب ما نيجي نقول يا مستر الجزء الداخلي ده مش هيتهشر فيه هنقول الجزء الداخلي ده مش هيتهشر فيه ليه لان ده فراغ والفراغ لا يهشر وقلنا ان ما فيش خطوط بتقطع خطوط التحشير لذلك هنا بيتم هنا مسح جميع الخطوط اللي بإيه بتقطع خطوط التهشير اللي بيكون موجودة عندي لذلك أما نيجي نشوف عملية التهشير شفنا كده شكل المسكت اللي عندي عمل إزاي بعد عملية التهشير نفس النظام قدي الجزء اللي حصل فيه تهشير بزاوية 45 الجزء الداخلي اللي موجود هنا زي ما أنا مصوره بالأيزومتريك فراغ فما تهشرش فيه حتى المجرة الداخلية دي أم فراغ فما هشرتش فيها جيت الجزء ده هنا كده هشرته فاني هشرت الجزء الداخلي بتاعي زي ما موجود هنا والجزء الداخلي اللي بيكون موجود هنا ايه ده ماشي تعالوا هنا نشوف ايه ننتقل الى جزء اخر وهو ايه وهو عملية القطاع الايه القطاع الجانبي طيب هنا نيجي نشوف القطاع الجانبي طالب قطاع جانبي ايه يا شباب طالب قطاع جانبي عند بي بي زي ما احنا شفنا كده عند بي بي زي ما احنا شايفين طيب الكطاع الجانبي هنا يبقى معنى ايه هنقول يا مستر انا بيقطع في المسكة الجانبي يبقى هنا كل ده ما فيش في مشكلة ولكن هو حدد لي الكطاع الجانبي في الاستوانة الصغرى فهتلاقي الكطاع عندي جاي في الجزء ده فقط الكطاع الجانبي جاي في الجزء ده فقط طيب تعالوا نشوف عملية الكطاع كده عندي طيب احنا قطعنا اول ما نجي نشوف الكطاع شوف الشكل اصبح عندي ايه الايزومترك في الوضع العادي الايزومتريك في الوضع العادي هنا زي ما احنا شايفين كده جاي في الوضع العادي من غير القطاع خالص ولكن انا ما جاء قطع هنا قطعت في الجزء الداخلي ده او قطعت فيه كده فاصبح الشكل اللي عندي اصبح كده طب هنقول باقي الاستوانة يا مصدر هنقول باقي الاستوانة انا ما هشرطش فيها لان ما جيتش فيها ايه خالص زي ما احنا شايفين ماشي احنا شايفين كده ادي الجزء الداخلي يبقى التهشير هيبقى فين في الاسطوانة الداخلية اللي هي في واجها اللي هي كترها 42 والتانية اللي هي كترها 24 يبقى احنا ما نيجي نبص كده الشكل اللي بيكون موجود امامي هنلاقي عملية القطاع عندي اصبحت بالشكل اللي موجود امامي كده طيب يبقى احنا بكده في الرسمة اللي بيكون موجودة امامي هنا عملنا ايه؟ حددنا ثلاث حاجات حددنا ازاي ارسم المسقط الثالث حددت ازاي اعمل عملية قطاع عندي في الرسمة اللي موجودة امامي سواء كان قطاعا رأسيا او كان ايه قطاعا جانبا اللي هي في المستوى ايه التالت هننتقل ايضا الى تمرين اخر نفس تمرين من خلاله بيتم دراسة الاساسيات اللي احنا قلناها بس طبعا احنا مع كل رسمة من الرسومات اللي احنا خدناها بنحس ان مستوانا اتحسن بنحس ان احنا خدنا معلومة افضل هتلاقي في نهاية العام باذن الله او في نهاية حلقتنا باذن الله هتلاقيك وصلت ان انت تقدر تستنتج اكتر من 90% من المسقط الجانبي بالاضافة لانك تقدر تعمل عملية القطاع بكل سهولة وبكل ايه يصر ننتقل الى تمرين اخر على استنتاج المسقط السالس اه تمرين على استنتاج المسقط السالس هنقول هنا ايه ارسم بمكياس رسم مناسب اه رقم واحد مسقط رأسي قطاع عند المحور اي ايه مسقط رأسي قطاع عند المحور اي ايه مسقط افقي كامل مسقط جانبي ايه كامل يبقى هننتقل هنا هنقول لك مسقط رأسي قطاع عند المحور اي اي مسقط افقي كامل مسقط اي جانبي كامل طب تعالوا نشوف هذه القطعة الميكانيكية اللي بيكون موجودة قدامي طب اما نشوف هنا المسقط الرأسي عند اي ايه هنلاقي يا مستر هنقول لي ده المسقط الرأسي نصف قطاع وليست قطاع كامل يبقى نصف قطاع فقط زي ما احنا شايفين ولكن هنا برضو هنعرف من خلال الطريقة دي ازاي نقدر نعمل عملية تهشير في منتصف القطاع فقط وليس القطاع الكامل طب احنا اتفقنا تعالوا نحلل الرسمة اللي بيكون موجودة عندي دي قطعة ميكانيكية ابسط من القطعة السابقة لان دي الطريقة بتاعتها زي ما احنا شايفين بسيطة جدا وهنلاقي هنا ان المسكة الرأسي زي ما انا شايف شايف الاعدة بتاعت القطعة الميكانيكية ادي المسكة الرأسي شايف الاعدة اللي هي شكلها مستطيل باللون الاحمر كده من المسكة الافجي ايضا هنا هنيجي نلاقي الاستوانة الاستوانة رقم واحد اللي هي الكبيرة زهرالي هنا دائرة جاتلي هنا مستطيل يبقى هتجيلي هنا ايه شباب هتجيلي ايضا في المسكة الاخر ايه مستطيل ويبقى بكده احنا جبنا المسقطين اللي بيكونوا موجودين عندي طيب تعالوا بقى هنا زي ما احنا شفنا كده ادي شكل المسقطين او ادي الشكل العام للمسقط الرأسي والمسقط الافقي ننتقل الى الاستوانة رقم اتنين الاستوانة رقم اتنين هنا زي ما احنا شايفين كده يبقى الاولانية رقم واحد مستطيل جات لي هنا مستطيل الاستوانة رقم اتنين ايضا جات لي دائرة هنا جات لي مستطيل اللي هي مخفية الاستوانة رقم تلاتة جات لي ايضا هنا دائرة وجتلي هنا مستطيل اللي هي ايه زي ما احنا شايفين ننتقل الى السقوب في هنا اربع سقوب زي ما احنا شايفين الاربع سقوب اللي موجودين امامي هنا انا عاوز اعمل هنا لو انا جت بص ممكن طالب يقول لي يا مستر هم هم موجودين هنا سقب واحد وموجود هنا سقب واحد هو فعلا موجود هنا سقب وهنا سقب لان الاتنين موجودين على محور واحد فبيظهروا لي كأنهم سقب واحد زي ما احنا شايفين ولكن لما نيجي نعمل عملية التهشير هنا هنشوف كده وهتتضح أمامنا الرؤية بتاعة المساكة اللي بيكون موجودة عندي يبقى احنا قلنا هنا ده الشكل العام وما نيجي نبص للمساكة الأفكي انا شايف القعدة باللون الأحمر وشايف هنا الأربع صقوب اللي احنا لسه أيلينهم هذا الأربع صقوب وهو حتى أيل لي وما نيجي نقول في بعض أبناءنا الطلاب يسأل يقول يا مستر هو كاتب هنا أربعة في أر 19 وكاتب تحت أربعة في في عشرة احنا قلنا طبعا ده يعني حاجة أو خص بحاجة وتحت أيضا خص بحاجة لما ننتقل هنا هنلاقي رأس السهم متاجه إلى فين إلى الأرك أو القص اللي بيكون موجودة عندي فمعنى كده بيقول لي أن نصف كتر هناك أربع أقواس موجودة عندي على الأعداء المنحنية نصف كتر كل قص كام أربعة أو تسعتاشر زي ما احنا شايفين ولكن أما ننتقل إلى الجزء الأسفل اللي بيكون موجود عندي هذا الجزء هنلاقي هنا موجود عندي برضو زي ما احنا شفنا السهم رايح على فين السهم رايح على التجويف أو إلى الصقب اللي بيكون موجود أمامي من الداخلي لذلك بقول لك هنا أربعة في فاي عشر يبقى إذن ده خاص بالصقب أو خاص بالصقوب الأربع صقوب وده خاص بالأقواس اللي بيكون موجودة عندي لذلك احنا نخلي بالنا أما يديني رسمة موجودة عندي الرسمة في بداية الأمر لازم أحدد أو لازم أشوف الفرق بين رأس السهم متجهة إلى فين لأن شغل الرسم الفني كله محاكاة محاكاة عن طريق الأسهم وعن طريق الأبعاد أقدر من خلالها أحصل على إيه؟ أحصل على المطلوب اللي بيكون موجودة عندي طب تعالوا ننتقل هنا إلى كيفية استنتاج المسقط السالس الرسمة بسيطة جدا وتعالوا نشوف عندنا إزاي باستنتاج المسقط التالت اللي بيكون موجودة عندي هنلاقي هنا طبعا اللي قاعدة هنقول يا مستر الطول هنا كله كام هنقول 76 وطبعا هنا نصف الكتر كام يا شباب أما نيجي نعمل الإحداث اللي بيكون موجودة عندي واطلع به هنا طلعنا بالأسهم وطلعنا بالإيه؟ بالعصب اللي بيكون موجودة عندي يبقى أنا طلعت من هنا الارتفاع اللي هو 110 114 عفوا جبنا 114 منين يا مستر هنقول 76 اللي بيكون موجودة عندي زائد من هنا 19 ومن هنا 19 يبقى 38 38 و76 يبقى هيدين الارتفاع بتاع المسقط الأفقي 814 يبقى إذن ارتفاع المسقط الجانبي عندي أصبح كام 114 بالشكل اللي بيكون موجود أمامي وهنا الارتفاع من هنا كام الارتفاع من هنا خمسة وخمسين يبقى هنا الارتفاع عندي كام خمسة وخمسين زي ما احنا شايفين طيب تعالوا ما نبصوا من هنا كده للشكل العام اللي عندي هنا في محور في المنتصف يبقى هزهر لي هنا أيضا محور فيين في المنتصف طيب تعالوا نعمل المحور اللي في المنتصف طيب ننتقل إحنا زي ما اتفقنا في التمرين السابق قلنا إحنا بنستنتج المسقط الجانبي فعشان نستنتج المسقط الجانبي يبقى إحنا بننظر إلى الرسمة اللي بيكون موجودة عندي فيين في المسقط الجانبي يبقى أنا إما جت هنا أما بص من الجانبي أنا شايف الأعداء اللي بيكون موجودة عندي دي طبعا أنا شايفها اللي هي موجودة اللي ارتفاع بتاعها كام عشرة يبقى أنا هاجي من الأعداء اللي عندي اللي ارتفاع عشرة وهبتدي ارسم الاعداء هنقول الاعداء دي ارتفاع قد ايه يا مصدر هنقول ارتفاع عشرة ليه انا بصص من المسكت الجانيبي فانا شايفها طيب وليه انا عملتها بطول المسكت لانها موجودة في المسكت الجانيبي هنا او من المسكت الافكي موجودة بطول المسكت وهي البعد الاكبر بعد بيكون موجود عندي لذلك انا عملتها هنا فين بطول المسكت اللي بيكون موجود عندي ننتقل ايضا الى الرسمة اللي بيكون موجودة عندي ننتقل الى الاستوانة وزي ما احنا قلنا الاستوانات مرارا وتكرارا لازم نخلي بالنا من وضع الاستوانات احنا قلنا برضو في عجالة بسيطة جدا نقول بعض الاساسيات اللي احنا هنقولها تاني لو حد من ابناءنا الطلابات ما شافش الجزء الاول احنا بنقول ان الاستوانة بتظهر مستطيل في مسقطين ودائرة في مسقط يعني مثلا بتظهر دائرة في مسقط او مستطيل او على حسب بعدها فين في المسقطين ايضا الخطوط المخفية بتدليلي على ان وجود شيء موجود عندي داخل القطعة الميكانيكية ولكن انا ما عملتلوش عملية ايه عملية او انا مش شايفه في الوضع العادي بشوفه في عملية القطاع ننتقل ايضا الى العصب وقالنا ان العصب بيظهر مساحة في مسقط واحد فقط وهي بتحتل اكبر جزء من العصب وبيظهر ايضا سمك في مسقطين ازي ما احنا هنشوفه في الرسم اللي فاتت وهنشوفه في رسومات الاخرى ايضا هنا بقولك اذا طلاق دائرتان على خط محور واحد فاحنا بنشوفهم في المسقط المقابل اكونهم دائرة واحدة ولكن هم في الوضع العادي موجود ايه موجود دائرتين عندي يبقى لازم نخلي بالنا من الاساسيات اللي احنا بنقولها هنا وقلنا عملية القطاع وطالب لي في الرسمة اللي بيكون موجودة عندي هنا طالب لي قطاع نصفي او نصف قطاع فقط واحنا قلنا انواع القطاع اما ان يكون قطاعا رأسيا وانا ان يكون قطاعا جانبيا وانا ان يكون قطاعا افقيا وانا ان يكون قطاعا نصفي او قطاع متدرج اللي هو بنطلق عليه القطاع اللي بيكونش على استقامة واحدة دي بالنسبة لأنواع القطاعات وبالنسبة للأساسيات اللي احنا قلناها طب تعالوا نطبق معظم اللي احنا قلناها على الرسمة اللي بيكون موجودة عندي هنا ايضا احنا قلنا القاعدة زي ما احنا شايفين قدل قاعدة بالشكل اللي موجود امامي ظهر لي هنا السنك بتاع عشرة فطلعت لي عشرة في محور في المنتصف طلع لي هنا ايضا هنا ايه محور في المنتصف ننتقل الى الاستوانة رقم اتنين اللي هي باللون الاحمر هنا الاستوانة رقم اتنين هنا احنا قلنا يا مصطر بعدها قد ايه هنقول بعدها الار كام تمانية وعشرين واحد يقول لي يا مصطر انا ممكن معرف شرس بالاحدثيات دي مفيش اي مشكلة اهم حاجة عندي ان انت تجيب النفس الارتفاع ونفس الطول بتاع المسكة الجانبي وتمشي عن طريق السنترات او عن طريق المحاور لو انت عارف اسقاط النقطة يعني ما اجابوس هنا قد المحور في المنتصف الدائرة كام الدائرة كام مش قلنا تمانية وعشرين الار تمانية وعشرين يبقى هاجي من المحور من هنا واخد تمانية وعشرين وهاجي من المحور من هنا واخد تمانية وعشرين وهطلع بطول المسكة تبلي انا طلعتها هنقول لان القاعدة اللي احنا لسه إلينا هنا دائرة هنا مستطيل يبقى هجيلي هنا مستطيل تبلي انا عملتها بطول المسكة لانها موجودة من نهاية الاعداء او من السقف بتاع الاعداء الى نهاية المسكة نفس النظام هنا هتيجي من السقف الى ايه نهاية المسكة أو عن طريق الإحداثيات اللي احنا طلعنا بيها كده واضي طلعت الدايرة زي ما انت شايف بالشكل العام اللي عني طيب هنا في زيادات هنقول الأجزاء الداخلية أو الأجزاء دي كلها ملهاش لازمة فلازم احنا ايه نمسحها عشان يبقى شكل المسكت عندي أو الملامح الاولى للمسكت الجانبي بدأت تظهر عندي بالشكل اللي هنا زي ما انت شايفه هنا يبقى ظهر لي هنا دائرة زي ما احنا شوفنا دائرة جالي هنا مستطيل جالي هنا ايه مستطيل زي ما احنا ايه شايفين. طب ننتقل الى الرسمة رقم اثنين زي ما احنا شايفين او الاسطوانة رقم اثنين زهرال اللي هي بلون الازرق. زهرت لي هنا دائرة ايضا وجات لي هنا مستطيل بس هنا جات لي مستطيل وفيه زى ما انت شايف كده عملية بنطلق عليها عملية التخويش اللي بيباد فيها جزء ميكانيكي اخر بحيس ان يبقى ايه ملاصق لها وطبعا زي ما احنا قولنا زي ما التقويش ده وشرحنا قبل كده قولنا ممكن على حسب ما يديك الزاوية اللي بيكون موجودة عندي برسمه طيب عملناها نقط ليه هنقول نقط لاننا ما جي ابص من الجهة الجانبية اللي استوانه اللي باللون الازرق بتكون الداخلية موجودة داخل جسم عندي وبالتالي مش ايه مش هتظهر عندي نهائيا عشان كده عملتها ايه نقطه قولنا الفرق بين السنتر بيبقى خط ونقطة وخط وشرطة ولكن هنا ما نيجي نبص للنقط اللي عندي العادية او الجزء المخفي بيكون شورط متساوي يبقى هنعمل لها نفس النظام حددنا الابعد بتاع المسكت وعملنا عن طريق الانعكاس وطلعنا بيها بالشكل اللي بيكون موجود امامي اهوة يبقى احنا عملنا هنا الشكل اللي موجود امامي عملنا هنا ايه انتقلنا الى الاستوانة زهرت لي هنا استوانة وزهرت لي هنا مستطيل يبقى هتجي لي هنا مستطيل واحنا قلنا طبعا الشكل ده بسيط جدا لان طبعا هو عبارة عن معظمه شكل استواني والشكل الاستواني بيبقى اسقاطها سهل فبقدر من خلاله استنتج المسكت الجانبي بكل سهولة وبكل يسر ننتقل الى الاستوانة رقم 3 اللي هي باللون الاسود طبعا هنقول يا مستر كلنا عرفنا الطريقة يبقى هنا زهرت لي هنا الاستوانة وجاي زهرت لي هنا مستطيل مخفي لي مخفي لانه مداري يبقى هتجي لي هنا ايضا فين مستطيل زي ما احنا شايفين الشكل اللي بيكون موجود امامه يبقى اصبح هنا الاستوانة ظهرت لي مستطيل جميع الاستوانات اسقطت دائرة الكبيرة دائرة دائرة مستطيل عفوا هنا دائرة مستطيل بالله زرق مستطيل الاستوانة رقم 3 دائرة مستطيل جات لي هنا ايه ايضا مستطيل والطول اللي أنا بحدده ده بيحدده لي المسكة الرأسي يبقى أنا باخد السمك من هنا وباخد الارتفاع من ايه من المسكة الايه الرأسي ننتقل الى السقوب الاخرى وهي اربع سقوب بالشكل اللي بيكون موجود عندي طيب اما ننتقل الى الاربع سقوب بالشكل اللي بيكون موجود عندي هنا لما اجاب بص من هنا ايضا زي ما احنا لسا عالين هنلاقي ان السنتر او المحور هنا بتاع الجزئين اللي موجودين عندي هدول منتقلين حددت المحاور بتاعتهم الاول حددنا هنقول يا مصدر المحور ده على بعد ايه هنقول على بعد تسعتاشر ليه لانه موجود هنا القوس اللي عندي او ركز لي قال لي هنا تبعد كام تسعتاشر يبقى انا هبعد من هنا تسعتاشر وهبعد من هنا تسعتاشر علشان احصل على المحور الخاص بالسقوب وهيظهرولي او هيظهرلي في المسكت الجانبي سقبين فقط وليس الاربعة ليه لانهم على سنتر واحد وبالتالي هنظهر ايه واحد مداري على الاخر ادي زهرناهم ودي جمل ايه الاستوانة بالشكل اللي بيكون ايه موجود عندي ودي شكل ايه المنظور الهندسي اللي احنا لسه ايدي طب تعالوا نبصوا كده في المنظور الهندسي انا باصص من الجانبي شايف الاعدة اللي موجودة امامي ادي هنا الاعدة بالشكل اللي بيكون موجود امامي الاستوانة الكبيرة زي ما انت شايف ادي الاستوانة الكبيرة هنا كان الاستوانة الكبيرة ظهر لي هنا دائرة وجات لي هنا مستطيل يبقى هجيلي هنا ايه مستطيل الاستوانة رقم اتنين اللي هي التكويش الداخلي ده زهرت لي هنا ايضا دائرة وزهر لي هنا مستطيل جات لي هنا هتيجي في الجانب ايه مستطيل بس ما اخفي زي ما احنا شوفنا واد الاستوانة رقم ثلاثة زهرت لي ايضا دائرة وجات لي هنا مستطيل يبقى هجيلي هنا ايه مستطيل واده الاربع سكوب اللي احنا انا باصص من الجهة الجانب فانا باصص من هنا كده انا شايف دول على محور واحد فشايفهم منطبكين زي ما احنا شفنا بس طبعا انا مش شايفهم ليه لان دي عملية هنا ايه زي ما احنا قلنا دي المقصود بها النقط مقصود بها ان موجود الشيء اللي عندي او السجب او التجويف موجود ولكن انا ايه مش شايفهم ونفس النظام شرحه في الايه في السجبين الاخرين اللي بيكون موجودين عندي هنا ويبقى احنا بكده عملنا رسمنا الجزء الخاص بعملية القطاعات رسمنا عملية الاستنتاج المسكت الجانبي وعرفنا الاساسيات المهمة تعالوا نشوف نوع جديد واخر من القطاعات وهو يطلق عليه القطاع النصفي المقصود بالقطاع النصفي انه هو بيكون في نصف المسكت فقط وليس في المسكت كاملا فعلشين ارسم القطاع لازم الاسهم عندي بتكون بمثابة محاكاة من خلالها الرسم الفني او استنتاج المسكت التالت بصفة عامة هو محاكاة من خلال الابعاد والاسهم اللي عندي هي اللي بتحددلي ومن خلالها بابتدي ارسم الايه ارسم المسكت الجانبي وايضا اقتدي اعمل عملية القطاع طب هو طالب هنا ايه مصر هنقول طالب نصف القطاع فقط تعالوا نشوف نصف القطاع ونشوف ايه التغيير اللي طرقوا على المسكت بعد عملية القطاع النصفي اللي بيكون موجودة عندي طيب نشوف كده هو طالب مني ايه ادي الرسمة اه طبعا دول التلات مساقط اللي احنا لسه مستنتاجينهم امامنا ادي المسكت الافقي ودي المسكت الرأسي ودي المسكت الايه الجانبي بالشكل العام اللي بيكون موجود امامي وده اللي من خلاله طالب هنا قطاع جانيبي فين تعالوا نحدد الكطاع قدي القطاع الجانيبي طالبه فين بص يا بش مهندسين هنا القطاع الجانيبي زي ما احنا شايفين طالب قصدي عفوا قطاع رأسي طالب قطاع نصفي وطالب لي فين حدد لي بالأسهم زي ما احنا شايفين قدي القسهم حدد هالي يبقى هو بيقول لي اقطع في المنطقة دي فقط تبتعالوا مع بعض كده يبقى اذا سلاح المنشار او الحد القاطع هيمشي في الجزء ده كده في المنتصف يبقى في بداية الأمر هل السجب ده هيظهر عندي في عملية القطاع طبعا أنا قاطع في المنتصف هنقول لا يا مستر ليه لأن المنشار ممشيش فيه يبقى بداية لازم أخلي بالي من عملية القطاع لازم أعرف إن الحد القطع ماشي فيه طب هو ماشي من هنا كده مشيلي من هنا ممشيش في السجب يبقى إذن السجب ده هيتمسح عندي يبقى يبقى موجود في عملية القطاع ايضا الاستوانة رقم واحد المنشار مش فيها فهي قريدي ظهرها عندي بفيش اي مشكلة طب اما جيت اقطع في المنتصف ان هنا الاستوانة رقم اثنين هتظهر ايوة يا مستر هنلاقي الجزء ده كده عندي ظهر بالطريقة المعتادة لان المنشار مش فيها بس طبعا انا ممشيتش في طول المسكت كاملا ده انا مشيت فين في المنتصف فقط لذلك اما اجي اعمل عملية القطاع اللي عندي اخلي بالي من هنا زي ما احنا شايفين وفي معظم الاحيان انه ممكن اجي في القطاع واعمل خط المنتصف ده اعمله ظهر زي ما احنا شوفنا طيب اما جيت هنا ده في الوضع العادي جينا في الوضع اما عملت عملية القطاع مساحت الدائرة اللي بيكون موجودة امامي طيب هنقول يا مستر الجزء الباقي يطرق كما هو لاني انا ما حدستش فيه او ما حصلش فيه اي تهشير عندي او اي طرق اياه فهي سيبه زي ما همون وباجي في المنتصف اخد خط المحور زي ما احنا شايفين خط عادي خلاص وهتلاقي الجزء اللي عندي طيب هنقول الجزء اللي هنا ده كان موجود هنقول بدمسحه ليه لان ما فيش خطوط عندي بتقطع خطوط الايه خطوط التهشير بالشكل اللي بيكون موجود عندي يبقى ده بالنسبة لايه لعملية القطاع النصفي وديجي نشوف شكل القطاع شوفنا شكل القطاع هنا اصبح ايه الجزء او القطاع النصفي ايه الجزء اللي احنا عملنا فيه عملية القطاع فقط والجزء الاخر اسمناه زي ما هو وعملنا خط او المحور بيظهر خط في الاغلب لان ده بيظهر في القطاع النصفي ايه فقط طيب الاجزاء الداخلية دي ما هشرناش فيها ليه هنقول لان الاجزاء الداخلية الخاصة بالاستوانة وديه فراغ والفراغ لا يهشر او لا يتم تهشير زي ما احنا شايفين عندي ده بالنسبة لاتمرين على استنتاج المسقط السالس طيب احنا كده اخدنا التمرينين اللي بيكونوا موجودين عندنا عرفنا من خلالهم ازاي باستنتج المسقط الجانبي عرفنا ايضا من خلالهم ازاي بعمل عملية القطاع الرأسي وعملية القطاع الجانبي وايضا عملية القطاع النصفي هننتقل في عجالة الى تمرين اخر نحلله كده ونشوف ازاي بناء برضو بنستنتج المسقط الثالث بناء على الاسيهات اللي احنا قلناها طبعا احنا في حلقتنا بنكمل المنظور حلسلة حلقات الرسم مرتبطة ببعضها فبناء لو احنا وقفنا عند جزء معين بنيجي في الحلقة القادمة بحول الله بنكمل الجزء الاخر من المسقط الثالث او المنظور اللي رسم قدام طب تعالوا نشوف هنا كده ارسم بمقياس رسم واحد الى واحد رقم واحد مسقطة رأسية انقطاعا عند المحور بي بي بقى احنا هنا حددت المحور بي بي مسقطة جانبية انقطاعا عند المحور اي اي مسقط اوفوكي كامل زي ما احنا شفنا طب تعالوا نشوف كده الرسمة اللي بيكون موجودة امامي لما نيجي نشوف هنا هنقول لي ادي القطاع الاي اي اللي موجود امامي وادي هنا القطاع البي بي هو طالب الرسمة او القطعة الميكانيكية اللي موجودة عندي هنا طالب اه اه قطاع في كل من المسقط الجانبي زي التمرين الاول وقطاع في كل من المسقط الاي الرأسي طب تعالوا نشوف كده دي الشكل العام واحنا قلنا ده الاسهم تدللي على ايه هنقول يا مستر الاسهم تدللي على ان فيه قطاع في الرأسي يشير اتجاه السهمة الى المسقط اللي انا عاوز اعمل فيه عملية قطاع طب تعالوا نشوف الايزومترك او المنظور الهندسي بتاعي نبتدي نحلله بفوعجة لو نشوف الشكل العام بتاعي عامل ازاي اللي ارسم بمكياس رسم مناسب اللي هو واحد الى واحد وانما نيجي نقف برضو عند مقاييس الرسم هنا لازم نخلي بالنا لان مكياس رسم واحد الى واحد المطلوب مني انني قلق الرسمة بالابعاد كما هي انما اما يجي يطلب مني مكياس رسم مثلا واحد الى اثنين او اثنين الى واحد ده بدي اختلف في الابعاد في مكياس بيبقى تكبير للابعاد وفي مكياس اخر بيبقى تصغير للابعاد بحيث ان اللوحة او الرسمة بتكون مناسبة للوحة اللي بيكون موجودة عندي طيب تعالوا هنا نشوف الشكل العام لللوحة اللي بيكون موجودة عندي طالب هنا مسكة رأسي كطاع عند المحور بي بي طيب تعالوا نحلل الاول القطع الميكانيكية ادي المسكة الرأسي بالشكل اللي بيكون موجودة امامي ادي انا شايف الجزء او الاعداء اللي بيكون موجودة امامي هنا اللي هي الشكل ده كده ده الاعداء المنحنية وايضا هشوف من هنا من المسكة الافكة انا شايف ايه بالشكل المستطيل اللي هو الكبير باللون الاحمر ده فحين انا شفتها مستطيل باللون الأحمر بالشكل اللي يكون موجود أمام كده طب ننتقل الى الجزء الأخر وهو جزء الاسطوانات وطبعا احنا ما نقول جزء الاسطوانات احنا حفظناه المفروض زهرالي هنا الاسطوانة زهرالي هنا دائرة جاءت لي هنا مستطيلي بهجيلي في الجانبي مستطيل طب تعالوا نشوف كده في الرأس اذا شايف الجزء واده الاسطوانة مستطيل جاء لي هنا من المسكة الأفكة وانا شايفة هي دائرة زي ما انته شاير نيجي تشوف الاستوانة الأخرى وهي في المسقط الجانبي أيضا أو في المسقط الرأسي عفوا أو في الأفكي عامة على حسب وضعها ظهر لي هنا دائرة جات لي هنا مستطيل هنقول مستطيل مخفي لي يا شباب هنقول يا بستر لأن هي استوانة داخلية لم يتم رؤيتها ولكن وجود النقط بيعرفني أن في استوانة موجودة في هذا القطع الميكانيكي أو في هذا المسقط ولكن أنا مش شايف في جزء جديد مستحدث وهو الجزء الآخر اللي بيكون موجود أمامي بالشكل اللي بوجود عندي دا اللي هي القطع في الاستوانة الخلفية اللي احنا شايفينه دا طبعا مجا بص من هنا كده أنا باصص من المسقط الرأسي هذا الاستوانة الأمامية بالشكل العام اللي عندي وهذا الاستوانة الخلفية فيها القطع اللي احنا قلنا عليه موجود هنا ولكن أنا عملت نقط ليه لأن في الوضع العادي أنا باصص من هنا فأنا مش شايف القطع اللي هو موجود في الجزء الخارجي أو في الجزء الخلفي من الإيه من الإسطوان فعلشان كده عملت مكانه نقطعا ننتقل إلى العصب وإحنا قلنا العصب اللي هو باللون الأزرق هنا ظهر لي هنا مساحة اللي هو الشكل المسلسي ده كده اللي هو في المسكة الرأسي ظهر لي هنا مساحة زي ما إحنا شايفين وظهر لي في المسكة الأفكي سمك اللي زي ما إحنا شايفين هنا ظهر لي سمكة أيضا يبقى هيظهر يا مصطر في المسكت الجانبي هنا ايه هيبقى ايضا سمك ولكن هيبقى سمك ايه عشان اما نيجي نرسم الرسمة هيبقى سمك مختفي مش هيبقى سمك ظاهر هيبقى سمك مختفي ليه لان انا باصص من خلف من هنا كده في الجهة الجانبية فاني مش ايه مش هشوف المسكت اللي عني طيب تعالوا ننتقل ازاي نرسم المسكت الجانبي رقم نجيب الطريقة المعتادة بتاعتنا ونبدأ نحدد ابعاد المسكت هنا كام 84 يبقى هنا هنلاقي الطول هنا كام 84 في عجالة على طول ماشي وهنا كام يا باش مهندسين هنلاقي الارتفاع كله عندي اللي موجود يبقى هيجي نفس الارتفاع اللي هو 110 الارتفاع فيه هنا محور في المنتصف يبقى يطلع هنا محور فيه في المنتصف فيه الاستوانة الكبيرة زي ما احنا قلنا زهرالي هنا دائرة قبل ماجي للإستوانة الكبيرة انا باصص للقاعدة من الجهة الجانبية فانا باصص من هنا انا شايف الاعدة دي بنفس الارتفاع الـ 48 هنقول ايا مصر انا شايف الاعدة عشان كده انا عملت مكانها بارتفاع كام 48 بالشكل اللي بيكون موجود امامي بقى انا شفت الاعدة الاولانية دي ننتقل الى الايه الاستوانة رقم 2 ادي الاستوانة رقم واحد اللي هي باللون الازرع هنا ظهرالي دائرة ظهرالي هنا مستطيل يبقى هتطلع هنا على طول في عجالة زي ما احنا قلنا هتظهر لي ايه مستطيل وطبعا انا بمسح الاجزاء الزيادة اللي هنا يبقى هنا يبقى احنا شفنا كده قلنا دائرة هنا دائرة هنا مستطيل هتجي لي هنا ايه مستطيل ننتقل الى الاستوانة رقم اللي هي باللون الاصمر هنا بس قبل الاستوانة المرسمها باللون الاصمر انا بصص من هنا فهل انا شايف الجزء ده طبعا انا مش شايف اللي هو السمك بتاعي الاعدة من الجهة الداخلية مش شايفه فباجي مكانه واعمل نقط بقول السمك اللي بيكون موجود عندي ده اللي هو بسمكه 14 انا مش شايفه بطول الاعدة ننتقل الى الاستوانة رقم اتنين ظهرالي هنا دائرة ماشي يبقى هتجي لي هنا زي ما انت شايف دائرة هتجي لي هنا مستطيل يبقى هتجي لي هنا ايضا ايه مستطيل زي ما احنا شايفين وحددناها قبل كده هذه الاستوانة ننتقل الى العصب والعصب زي ما احنا قلنا بيظهر لي هنا دائرة قبل العصب السمكة او التخوش اللي بيكون موجود عمامي او القطع في الاستوانة الخلفية انا بحدد طوله زي ما احنا شايفين واطلع بطوله هو موجود فين يا مصدر هنا هنقول موجود على بعد 40 يبقى هو موجود هنا على بعد 40 يبقى هطلع بنفس الارتفاع عندي 40 ونفس السمك ده يبقى انا مشيت بنفس التقطعات ومشيت بالبعد الاربعين بعد العشرين عفوا اللي هو الجزء اللي عندي ده ونزلته ويبقى هنا في قطع موجود في خلف الاستوانة انا مش شايفه فانا عملته هيفضل عندي ايه باش مهندسين هيفضل العصب والعصب زي ما احنا قلنا بيظهر لي هنا ده سمك يبقى هجي لي هنا مساحة يبقى هجي لي هنا ايه ايضا سمك في المسكة الجانبية زي ما احنا شايفين بالشكل اللي بيكون موجود امامي يبقى احنا كده عملنا المنظور او عملنا المسكة الجانبية للقطع الميكانيكية اللي بيكون موجودة عندي تعالوا ننتقل الى عملية القطع هو طالب قطع فين يا شباب هنقول طالب قطع عند بي بي طيب قطع عند بي بي انا هقضع في منتصف المسكة كده زي ما احنا شايفين طب شوف الشكل العامل المنظور بعد عملية القطع هتلاقي القطع ماشي في الجزء ده كده والاستوانة الداخلية ظهرت يبقى الاستوانة الداخلية ظهرت ايضا هنظهر اهي تعالوا نشوف كده شوف الشكل العامل عند القطاع قدي الجزء الداخلي هنلاقي في الوضع ده كده وفي الوضع ده كده هي الجزء ده اللي المنشار مشي فيه فقط ولكن الاجزاء الداخلية اللي بيكون موجودة عندي بتبقى والفراغات غير موجودة على الاطلاق لانها بتبقى فراغ والفراغ لا يوه الشريب اما نيجي نبص احنا مشينا كده الاعداء عندي دي already ظهرة هنيجي الاستوانة الداخلية هنا انا مشيت فيها فهتجيلي ظهرة التقب اللي هنا موجود عندي ده برضه زي ما احنا شايفين كده ظهر لي وهتلاقي الجزء اللي بيحصل فيه عملية التهشير بالشكل اللي بيكون موجود امامي هنا يبا ده هيحصل فيه هنا ايه عملية التهشير وهتيجي نشوف شكل التهشير اللي بيكون موجود عندي يبقى احنا كده عملنا عملية الكطاع الرأسي اللي بيكون موجود عنه يبقى هنا ده الكطاع الرأسي ننتقل الى كطاع اخر مهم جدا وهو الكطاع الجانبي طب قبل ما نعمل الكطاع الجانبي برضو فعجالة هنقول لابنائنا الطلاب تاني مشينا من هنا بالشكل العام يبقى انا مشيت في الجزء ده كده اطاعت يبقى ايزا ده كله المنشر مشي فيه الاستوانة الخارجية زهرة الاستوانة الداخلية هتظهر الفراغ اللي بينهم مش هيتهشر لان ده فراغ وهيبتدي نمسح الخط ده كله من هنا لحد هنا لان ما فيش خطوط بتقطع خطوط التهشير فهيظهر عندي الشكل العام كده تعالوا ننتقل الى ايه الى القطاع الجانبي طيب هو طالب قطاع جانبي عنده فين عنده ايه ايه زي ما احنا شايفين كده طيب القطاع الجانبي هنا عنده ايه ايه يبقى هنقول يا مصر انا بقطع فين في الشكل العام اللي عندي في الجزء ده كده فانا هشوف ايه في المسكة الجانبي الوضع شوفوا الوضع اللي حصل او عملية القطاع في الوضع الجانبي هنا احنا كنا في الرسمة اللي فاتت كنا اطعيم في الرأس ولكن هنا القطاع في الجانبي وهو حدد هالي واحنا قلنا عملية التحديد بتتم عن طريق المحاكاة بيني وبين الايه بيني وبين الايه الاسهم اللي بيكون موجودة عندي لذلك اما نيجي هنا هنشائي الخطوط عندي عندي ايه اطعلي كده في الشكل ده فاطعلي في الاستوانة ولكن نخلي بالنا الجزء الداخلي اللي بيكون موجود عندي هنا ده ادي الجزء ده اللي هيحصل فيه عملية تهشير زي ما احنا شفنا وطبعا التهشير هنا زي ما هنشوفه بيظهر لي الوضع العادي ازاي طب هنقول يا مصدر احنا مساحنا طبعا ما احنا اتفعنا ان ما فيش خطوط بتقطع خطوط التهشير العصب في عملية القطاع انا مش هشوفه فهمسحه ده في الوضع العادي هنيجي هنا برضو في وضع الاستوانة الاستوانة هنا زهرت لي يبقى هتظهر الاستوانة التقب ده هيظهر لي اللي هو القطع في الجهة الخلفية هيظهر لي ايضا يبقى شوف الشكل اللي عندي الايه بعد عملية الايه القطاع ده بالنسبة الايه للقطاع الجاني طب التهشير هيبقى فين هنقول التهشير هيبقى فيه من فوق القاعدة بالشكل اللي بيكون موجود امامي هنا كده ومن الجزء الخارجي اللي هو بالشكل اللي بوجود عندي هنا كده هيحدث عملية القطاع يبقى شوفوا كده القطاع ده الشكل العام للقطاع اللي بيكون موجود عندي القطاع الجانبي يبقى إذن القطاع الجانبي لا يمثل أي صعوبة على الإطلاق كل اللي فيها إن أنا بامشي فين بامشي في المنشار لو عاوزين نحلال أنا بامشي بالمنشار أو بالحد القاطع في الشكل اللي بيكون موجود هنا كده أمامي فأنا قطعت الجزء ده كده ورميته اللي هو إحنا شوفنا فهنشوف ايه بعد عملية القطاع هنشوف الدائرة اللي احنا قلنا عليها موجودة هنا كده زي ما احنا شفنا هنشوف الاستوانة هنشوف كل حاجة بالشكل اللي بيكون موجود امامي هنا ما عدا الفراغات وطبعا الخطوط اللي احنا بنمسحها هنقولك ان ما فيش خطوط عندي بتقطع خطوط التهشير فلازم هنا اخلي بالي عندي من الرسمة اللي بيكون موجودة عندي واعرف عملية الايه القطاع بيبقى احنا ما جينا في الوضع الاول قلنا هنا عملية القطاع الرأسي وعرفنا برضو هنقف عند عملية القطاع قد القطاع الرأسي اللي بيوجود عندي وهنا هنا وعرفنا ان الفرق بين القطاع الرأسي والقطاع الجانبي بيختلف على حسب الايه على حسب وضع الاسهم اللي بيكون موجودة عندي وشوفنا هنا القطاع الايه الجانبي اللي بيكون موجودة عندي ده بالنسبة الايه للشكل او القطع الميكانيكية للشكل اللي بيكون موجودة عندي طيب يبقى احنا كده في حلقتنا النهاردة بحول الله تطرقنا الى اجزاء مهمة جدا واجزاء اساسية جدا الاجزاء هي انني من خلال الاساسيات عرفت ان انا استنتج المسكة الثالث اللي بيكون موجودة عندي استنتجت المسكة الثالث في التمرين الاول وعرفت عملية القطاع العادية استنتجت المسكة الاخر اللي هو في التمرين الرقم 2 ايضا استنتجت المسكة الجانبي والمسكة الافقي وعرفنا عملية القطاع بطريقة سالسة وبطريقة سهلة في التمرين التالت عرفنا من خلاله نازاي برسم المسكة التالت اللي بيكون موجودة عندي وعرفنا عملية القطاع وايضا عرفنا عملية القطاع النصفي بالشكل اللي بيكون موجود عندي اتمنى من كل ابناءنا الطلاب بحول الله انهم يكونوا استفادوا من حلقتنا النهاردة على امل ان نلقاكم ان شاء الله في حلقات اخرى لكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة